ترجمة نانسي بحضركم مع موجز لها مؤخر الأنباء بصحب زميلة نهاية الحمالة شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت برينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليميا بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرسي نيكوس خريستادلتس جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وعلى الصعيد الإقليمي استعرض الرئيس السيسي أولويات الموقف المصري وجهود وقف التصعيد في قطاع غزة مؤكدا خطورة استمرار الحرب ومحذرا من استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل غزة من جانبه أكد الرئيس القبرسي حرصه على التنسيق والتشاور مع مصر في إطار جهود تجنيب الإقليم ويلات الحرب ومشددا على دعم بلاده للبيان المصري الأمريكي القطري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر تجدد رفضها القاطع للمحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية وأوضح المصدر أن مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب في غزة أملا في الوصول للتهدئة مشيرا إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يمكن المزايدة عليه كما شدد المصدر رفيع المستوى على أن ترويج إسرائيل لمزاعم حول وجود فتحات أنفاق بالأراضي المصرية لا صحة له شكلا وموضوعا استشهد أكثر من مئة فلسطيني وأصيب العشرات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين صلاة الفجر وأكد مكتب الاتصال الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ألقى ثلاثة قنابل على المدرسة تزن الواحدة منها الفرط أعلنت الخارجية الأمريكية اعتزام واشنطن تقديم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرسي لها وذكرت سيان أن أن وزارة الخارجية اخترت مشرعين بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات مشيرة إلى أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل وقر في شهر إبريل الماضي أكد البيت الأبيض أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش بأن حرب غزة قد تستمر للأبد خاطئة تماما وشار البيت الأبيض إلى أن تلك التصريحات من شأنها أن تتسبب في إزهاق أرواح المحتجزين الإسرائيليين والأمريكيين أبلغ وزير الخارجي الأمريكي أنتن بلينكين وزير الدفاع الإسرائيلي أن تصعيد التوتري في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف وفي اتصال هاتفي مع جالانت شدد بلينكين على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت منصة إطلاق سواريخ لقوات الحوثي وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي فوق البحر الأحمر مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة أعربت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها بشأن التطورات فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية المبلغ عنها التي تجري بالقرب من محطة كورسك داخل الأراضي الروسية للطاقة النووية وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي أن محطة الطاقة النووية في كورسك تحتوي على ست وحدات من نوعين مختلفين من المفاعلات داعيا إلى الالتزام بالركائز السبعة التي لا غنى عنها لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاع المسلح الذي يأتي في مقدمتها ضرورة ضمان السلامة المادية لمحطة الطاقة النووية منشدا جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع حادث نووي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل